الاطلاع على مختلف المعلومات نعم إن نجاح الوفد التحذيري في مهمته في خدمات النوعية في مجال السكن والنقل والإعاشة وخدمات المشاعر المقدسة وبأسعار جد وطيبة انعكست على تكلفة الحج هذه السنة بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعي المنعقد بتاريخ 16 أفريل تحت رئاس سيد رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون حفظه الله على تخفيضها إلى 770 ألف دينار بدل 850 ألف دينار وهي التكلفة الأصلية لسنة الماضية كل ذلك أختي من صاميم الإجراءات المتخذة لإنجاح هذه الشعيرة وتسهيل أدائها لحجاجين الميامين نعم هو ما نأمله جميعا شكرا لك على كل هذه الإضاحات بالأمس سيد أحمد سليماني مدير العام الدولة والوطني الحج والعمرة أصدرت بيان دعوتم فيه المواطنين المؤهلين لأداء مناسك الحج لعام 2023-1444 هجرية إلى إسمان كل الإجراءات والخطوات الإدارية الخاصة بهذه الشعيرة في أجال 15 يوما لأن الوقت تقريبا ضيق متى تقررت أول رحلة ومنهم هل تم الاتصال بكل المعنيين بموسم حج هذا السنة شكرا أختي وهذه فرصة كذلك لإعادة تذكير المواطنين يعني المؤهلين لأداء المنسك هذه السنة بضرورة التقييد بهذه الإجراءات وإنجاز هذه الخطوات والمرحل الإداري المطالبين بها في هذه الأجال حتى يتسنى لنا تأمين سفرهم والحصول على تأشيرة يعني سفرهم مربوطة بكل الخدمات التي أبرمتها الجزائر لفائدتهم ومن هذا المطلق فكما تفضلتي بالنسبة لأول رحلة رحي في البرنامج يعني البرنامج الخطوة الجزائرية تقررت يوم 31 ماي القادم وهو وقت كما تلاحظين جدي يعني قريب لهذا الأساس بدأت حملات التحسيس والتوعية بكثفة عبر مختلف وسائل الإعلام عبر مختلف الوسائط عبر مختلف الفاعلين وشراكاتنا في العملية وزارة داخلية وزارة الصحة وزارة الشؤون الدينية عبر كل القنوات لدفع المواطنين وتحسيسهم بأهمية إتمام هذه المراحل الممثلة في التواصل مع مصالح البلدية لاستيلام شهادة الفوز ثم التواصل مع مصالح وزارة الصحة على مستوى الجن وولئية على مستوى الولايات لإجراء الفحوصات الطبية وشهادة التأهيل الصحي ثم التوجه إلى مصالح بونك الجزائر لإتمام عملية الدفع ثم هناك إجراءات يعني أخرى سنرافق حجاجنا الميامين عبر البيانات الإعلامية وعبر يعني التحسيس والتوعية لغاية إيصالهم إلى إتمام هذه العملية في أجالها إن شاء الله ويتسنى للدوان موطن الحج العمراء لإتمام العملية في النهاية لربط في المسال الإلكتروني للحصول على التأشيرة لتسمح لنا بتنقل هؤلاء الحجاج إلى البقاء المقدسة بالنسبة لتأشيرة الحج هل هناك إجراءات تسهيلية للحصول على التأشيرة خاصة أن هناك مسال إلكتروني الآن معتمد؟ نعم في الحقيقة من يوم اعتماد المسال الإلكتروني في عملية الحج كل سنة نزداد فيه تطور في الجانب الإدخال وفي جانب كل العمليات المتعلقة في المسار أما بالنسبة لتأشيرة فخليني نقول لك أنه بالنسبة لنا التأشيرة أصبحت 100% في المسال الإلكتروني يعني عبر الفضاء الذي يصهر عليه مصالح الدوان فريق تقني من الدوان وطن الحج العمراء في ربط هذه الخدمات الخاصة بالحجاج عبر المسار وعبر برنامج يعني رحلات نربط فيه كل حجاجنا عبر كل حاج ورحلته والخدمات التي تم التعاقد عليه لمصلحته والحصول على التأشيرة في أجالها هذا بالتنسيق طبعا مع مصالح وزار الداخلية عبر الولايات المفوضين لهذه العملية لدخل البيانات تحمل على مستوى كل ولاية للحجاج المعنيين بولايتهم لذلك من المهم على الحجاج المعنيين مباشرة التسجيلات أول بأول حتى لا يكون لأنه العدد كبير ويتسنى لكم إجراء كل التحذيرات بالنسبة لعدد الرحلات التي برمجت في أول رحلة ستكون معدى رحلة واحدة بذلك التاريخ تم تسطيل البرنامج أم لسابع نعم بينكم وبين الوكلات في انتظار يعني إتمام الشقة الثانية من البرنامج هذا الشقة عن البرنامج الخطوط الجوية الجزائرية في الشقة الجزائرية ننتظر إتمام خطوات ومراحل البرنامج الخاص بالشقة طيران السعودي بشركته الخطوط الجوية السعودية وشركة فلايناز من هذا المنطلق يعني كي يكون قدامنا هذا البرنامج عدد ضرحات في اليوم ثم أطيتني الفرصة باش نقول يعني لإقلاحها من ربوع الوطن العزيز عبر المطارات المعتمدة ولعلكم تابعتم يعني البيانات الصادرة من سلطات العليا البلاد باعتماد مطارات جديدة السنة هذه على غير المطار بشار مطار الأغواط مطار أدرار إضافة المطارات التي كانت سبق التعامل فيها في هذا المجال وهران قسنطينال جزائر عن نبا ورقلا فهذا كله سيكون البرنامج موزع على هذه الرحلات على هذه المطارات بعدد الحجاج المخصصة لكل جهة من هذه الجهات لتأمين سفرهم إن شاء الله هذه أخبار سارة لأنه ستسهل عملية تتنقل حجاجنا الميامين عبر كل المطارات وتغنيهم عن مشقة السفر سيد أحمد سيماني رئيس الجمهورية سيد عبد النجيد تبون قرر أيضا قبل يومين زفى بشرة سارة للحجاج بمنحصة إضافية تقدر بألفين جواز صف حج يستفيد منها من شاركة في قرعة الحج لعشر مرات متتالية وفاق عمره سبعون السنة تقنيا كيف تجري العملية ولو إن كانت هي من اختصاص وزارة الداخلية نعم كما أشرت نعم هي مكرمة أخرى تفضل بها السيد الرئيس الجمهورية نثمنها من هذا المنبر ونثني عليها وعلى هذا الاهتمام الذي يوليه لهذه الفئة التي تهفو قلوبها تهفو قلوبها لزيارة بيت الله ولم يسعفها الحظ في القرعة فكانت هذه الالتفاة الطيبة التي استحسنها المواطنين خاصة أهالي هذه الفئة من المواطنين المعنيين بها لتمكينهم من أداء الركن الخامس من الدين ومن حيهم فرصة أداء فرضت الحج لمن بلغوا سن السبعين سنة فما فوق والذين شاركوا عشر مرات فأكثر في القرعة خلال الموسم السابقة حيث أمر سيد رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تابون سيد وزير الشؤون دنيا والأوقاف بتمكين ألفين مواطن من هذه الفئة من أداء هذه الشعيرة ضمن حصة الجزائر لهذا الموسم أما كيف تحديد المستفيدين منها فإنما صالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية هي ما تتكفل بذلك من خلال قاعدة البيانات التي تشرف عليها على المستوى الوطني عبر مختلف البلديات والدواء للولايات في ربع الوطن العزيز وهي في الأيام القليلة هذه إن شاء الله ستظهر البهجة على هؤلاء المستفيدين من هذه الذين كان سيد رئيس الجمهورية أعطاهم هذا الأمل وأعطاهم هذه المكرمة لتمكنهم من أداء هذا المناسك نسأل الله أن يسر لهم وإي تقبل منهم هذا المناسك إن شاء الله هل هناك إجراءات جديدة أقرتها سلطات سعودية للحج لهذا الملعام نعم لقد أقرت سلطات سعودية على إجراءات جديدة هذا الموسم وقد أعلن عليها سيد وزير الحج والعمر السعودي في مؤتمر وصالون الحج الذي تدعو ليه المملكة العبد السعودية للبعثات الإسلامية وبدأ يأخذ تقليد بداية شهر جنفو من كل سنة السنة في طبعته الثانية وكنت حاضن مع السيد وزير شون دينيو وقاف في هذا المؤتمر زفا وزير الحج السعودي بعض البشائر وبعض الإجراءات الجديدة لهذا الموسم ولعل أهمها كانت أعلن عنها هي عودة الأعداد لما كانت عليه سابقا هذا قرار السنة هذه التخذاء تخفيض مبلغ التأمين كما تم التسبيق له في هذا المؤتمر وكذلك استبادة البعثات من هذا التخفيض إلغاء شرط السن كذلك الذي طبقه في الموسم السابق إلى جانب ترتيبات خاصة بسفر المرأة ثم بعض التعديلات الخاصة في منظومة الحج في المملكة العربية السعودية تتعلق بشركات الخدمات التي أخذت هذا الطابع الجديد على غرار المؤسس الطوافة العربية التي كنا تحت غطائها أصبحت بمسمة شركة الطوافة فهذه المسميات وتعديلات جديدة في منظومة الحج كلها تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمة وتحسين الأداء بالنسبة للمملكة العربية في خدمة ضيوفها في هذا المجال وإن كان الحج مشقة لمن استطاع إليه سبيلا ولكن دائما نأمل في أن تكون هناك أفضل خدمات وأفضل ظروف لحجاجنا الميمين سيد أحمد سليماني عملية الترتيب للحج هي دقيقة معقدة تتطلب تضافر جهود عدة قطاعات إن وصلت عملية ضبط برامج السكن والإعاشة وإلى إيحد أيضا وفقة الوفد الجزائري المفاوذ والمكلف بالتحذير لموسم الحج في الحصول على خدمات نوعية بأسعار تنافسية وانت تطرحين الأسئلة نشعر أن نخدم بعد فريق واحد مختص في العملية للحج لأن العبارات التي تعبرنا عليها تدل على إدراكك بهذا العملية ومدى أهميتها وكذلك الترتيبات الخاصة بها فعلا إن تحذير وتنظيم عملية الحج تشترك فيه كثير من القطاعات والمؤسسات وهذا تحتى إشراف ومتابعة السلطات العليا في البلاد وهذا عبر الأليات المعروفة في منظومتنا والمرصمة كذلك وهي لتحذير العملية وهي المجلس الوزاري المسارك الذي يجتمع مرتين كل سنة لتحذير وتقييم العملية إلى جانب اللجنة القطاعية الدائمة التي يترأس سيد وزير شونديني ولقاف للإشراف على تحذير عملية الحج منذ بدايتها وبالتنسيق مع جميع الشركاء من مختلف القطاعات والمؤسسات والهيئة المعنية بالتنظيم وأغتنم هذه الفرصة ما ديم يعني اليوم كانت لنا أول يعني فرصة لاتصال بحجاجنا وبشركائنا كذلك من القطاعات لأغتنم هذه الفرصة ليوجه الشكر والتقدير من هذا المبري لكل هؤلاء الشركاء وعلى مستوى التنسيق والتواصل الذي وصلنا إليه كما توجه بشركة ذلك لشركائنا من وكلات سيحو الأصفار المعنية كذلك معنا بتنظيم عمية الحج على روح المسؤولية والتعاون الذي تتميز بهما وعلى التنسيق الدائم مع مصالح الديوان وطني الحج العمر لإنجاح تحذيرات هذا الموسم وحسن التكفل بحجاجنا الميامين أما الإنجازات والنجاح والنجاح لدين حققهما الوفد متعدد القطاعات المكلف بالتحذير لموسم الحج فقد تكللت بالتعاقدات التي أبرمها الوفد على خدمة نوعية في السكن من حيث مستوى الفنادق المتعاقد عليها ومواقع تواجدها بالمركزية وقربها من الحرم إلى جانب المناطق التي يحببها الحجاج الجزائري الميامين والتي تعودوا عليها يعني حتى هناك غلاء أسعار في المملكة العربية السعودية ولكن الجزائر حافظت نعم الوفد الجزائري أصبحت له يعني السماء وصفاء لما يدخل إلى البقاع للتحذيرات العملية واللي بداية يعني عملية التعاقدات أصبحوا يشاروا له بالبنان وكل البعثات تنتظر يعني إتمام الجزائر لتعاقدتها لأنها أصبحت مرجع في الأسعار بالنسبة للسوق السعودي ولعل خلينا نقول لك السنة هذه وإحنا رحين كانت تنتبن تخوفات لما أعلن على فتح يعني الأعداد وعودة الأعداد ثم بعض يعني القرارات التي اتخذت بشأن بعض الفنادق وسحبها من العمل وعدم ترخيص لها كنا التصور أن السنة هذه رح نعاني كثيرا وتخوف لما أن نرجع إلى الوطن العزيز وقلوب الماليين تهفو إلى تكلفة يعني تسمح لهم بأدائها لكن خلينا نقول لك أن دائما الوفد الجزائري يخرج دائما يعني لعل ربما التكلفة التي كنا جبناها السنة هذه لم يكن أحد من الأفراد يعني يتصورها لكن العزيمة كانت تحدو الفريق والإيمان بالمهمة ثم الأمانة التي علقت على عاتق ممثلي القطعات في أداء هذه الرسالة هي التي أوصلت هذا الوفد طبعا بأليات وترتيبات كنا نحرص عليها للتواصل مع كل المتعاملين ثم التفاوض مع كل المتعاملين وصلنا بها إلى هذه النتائج التي حققنا بها هذه الإنجازات والحمد لله كللت بتكلفة عبر عليها المجلس الوزاري وكانت المكرمة التي تفضل بها السيد الرئيس الجمهورية وآلاقة استحسان كل المعنين يعني في ناتق قريبة من المكرمة بالنسبة لإطعام بالنسبة للمكة نتكلم على منطقة مركزية الجزائر المحافظة عليها دائما ودوما يحببها الجزائريين دائما هي منطقة المسفلة منطقة أجياد ومنطقة الغزة وهذه مناطق يعني نتنافس فيها على كثير من البعثات للدخول والبقاء فيها لكن احنا دخولنا لها بدون خروج ما زالنا دائما نحرص على البقاء فيها لكن بتحدي وبجهد كبير دائما لأن فعلا الأسعار جد يعني منافسة والبعثات كذلك تدفع أكثر من اللي تدفع البعثة الجزائرية فهذا يخلي دائما تحدي لنا في البقاء في هذه المنطقة ولكن التوفيق بالله دائما يكون من نصيب الوفد الجزائري كيف يجري التنسيق مع القطاعات المعنية خاصة بالنسبة للنقل برنامج النقل خطوط الجوية الجزائرية وخدمات الصحية مع وزارة الصحة لأنه هذه السنة هناك إلغاء لقمود الصحية ومع ذلك يجب أن نحرص على سلامة من حجاجنا الميامين فعلا أن التنسيق دائم متواصل منذ أن شرعنا في التحذيرات لهذا الموسم بعد اجتماع المجلس الوزاري المسترك بتاريخ 27-12-2022 بين جميع القطاعات المعنية لسيما النقل الجوي والخدمات الصحية بالنسبة للنقل الجوي كانت هناك عدة لقاءات تنسيقية مع إخواننا في وزارة النقل وطيران المدني الجزائري وشركة الخطوط الجوية الجزائرية كما جمعتنا لقاءات أخرى مع شركائنا من طيران المدني السعودي وطيران السعودي المعني بالعملية من أجل ضبط البرنامج النهائي للرحلات الذي تم بني عليه هذا البرنامج تم بني عليه كل العمليات التحذيرية الأخرى ونحن في انتظار الضبط النهائي لهذا البرنامج من طرف مصالح وزارة النقل أما بالنسبة لمصالح وزارة الصحة فإن التنسيق يبدأ من خلال ضبط قائمة الأدوية والمستلزمات الطبية التي يتولى الدوان الوطني الحج والعمراء اقتنائها لفائدة الحجاج ثم العمل على نقلها إلى المملكة قبل تنقل الحجاج وتوزيعها على مراكز البيعة الوطنية بكل من جدة ومكة والمدينة المنورة ثم التنسيق معهم على فتح العيادات الطبية في أماكن تمركز حجاجنا في مكة والمدينة وقبل ذلك يبدأ التنسيق معهم أيضا في عملية تأهيل الحجاج صحي لأداء مناسك الحج والقيم بمختلف اللقاحات والاشتراطات الصحية المطلوبة ويكون هذا التنسيق مترجما مع جميع القطعات عبر بلوابة الجزائرية للحج التي أنشأها الديوان الوطني للحج العمراء واندمجت معنا فيه كل القطاعات لتسهيل التنسيق والتواصل مع الجميع وتوفير المعلومة للجميع حتى نطمئن حجاجنا ليست هناك تدابير صحي جديد الحقيقة هي التدابير التي تبادر بها لحجاجها لتأمين سلامتهم في ذهبهم وعودتهم هي تتبير مصالح وزارة صحية تأخذها كل سنة لتأمين سلامت حجاجنا وكاين بعض الاشتراطات كذلك في منظومة الحج السعودية على غرار تلقيح ضد كوفيد على غرار بعض المسائل لمصالح وزارة صحية بالتنسيق مع مصالح الديوان تصهر على توضحها وإيصالها لحجاجنا عبر مازال يشترط تلقيح ضد كوفيد نعم موجود بالنسبة للحجاج اللي اسفادوا منها من قبل ودارها التلقيح ما هو مطلوب لهم لكن الحجاج اللي قادمين على العملية وما عندهمش تلقيح هذا مصالح وزارة صحية قاعدة تعمل على التحسيس والتوعية واستقبال المواطنين المؤهلين لأداء مناسك الحج لتكفل بهم في هذا الجانب وفق الاشتراطات الوطنية والسعودية نعم هل تدبي المتخذات تسمح بأداء مناسك الحج دون أي اختلالات أو نقائص وما هي مسؤولية الوكالات تحديداً المعنية بهذا الموسم كيف تعملون أيضاً على احترام الشروط الواردة في دفتر شروط؟ فعلاً نسعى دائماً في خدمة حجاجنا الميامين من خلال تدري كل الصعبات التي تعترضهم في مختلف المحطات من خلال تدبي المتخذة على مستوى فروع البعثة لتسهيل أداء الحجاج لمنسكهم في ظروف ميسرة كما هو الحال بالنسبة للوكالات التي كذلك تخضع لدفتر شروط ثم على أساسه انتقائها من أجل تقديم الخدمات التي تعاقدت عليها لفئدة حجاجها وتوفير خدمات أخرى يطلبها بعض الحجاج وكل ذلك عبر عقد موقع بين الحاج والوكالة والحاج يتضمن هذا العقد كل الخدمات والأسعار المتفقة عليها مع الوكالات وتحرص لجنة المتابعة المنشأة بقرار من سيد وزير الشؤونين والقافي ضمن هيكلة البيعثة الوطنية تحرص من خلال تشكيلها من مختلف القطاعات المعنية بتنظيم عملية الحج على متابعة الوكالات السياحية للوقوف على ضمان خدمتها لحجاجها وفق لبنوة دفتر الشروط والعقود المبرمة مع حجاجها ويتم تقييم أدائها كذلك على هذا الأساس للمشاركة في المواسم القادمة في العملية فكل الأليات باعتة وطنية ووكالات سياحية في خدمة الحاج وتسهيل هذه المأمورية له في تنقله وفي مبين المدن وفي أدائه للمناسك في كل من مكة والمدينة وفي المشاعر المقدسة وكلنا يعني تمنى أن يكون هناك أيضا تعاون من بقبل الحجاج وأيضا روكلاء المعنيين حتى مصور أحسن صورة وهذا ما نأمله من خلال البرنامج اللي سطر في التوعية وتحسيسه لتسهيل تقديم يعني الخدمة للحاج من طرف ممثلي البعثة لابد كذلك الحجاج أن يكونوا في مستوى من الوعي وتكوين لتسهيل يعني الحصول على خدمتهم وتسهيل يعني تيسير الأمور لهم عبر المحطات المختلفة التي تستوقفهم بالبقاء المقدسة هذا الإطار عنونا كبرنامج خاص مسطر للإرشاد والتكوين للحجاج على أداء فاردة الحج كما تعودنا عليه سنويا سيد أحمد سليماني فعلا البرنامج هذا السنة يعطينا له أكثر اهتمام باعتبارا المجلس الوزاري المشترق خاصة في أحد توصيته يعني ضرورة يعطاء هذا الجانب الأهمية وهذا من خلال التركيز على توعية وتحسيس الحجاج وضرورة مشاركة كل القطاعات المتدخلة في عملية الحج وقد عاكفت ديوان الوطني الحج العمر بالتنسيق مع جميع القطاعات المعنية على وضع خطة اتصالية شاملة ليكون بمثابة البرنامج الاتصالي الذي يعني بالتوعية والتحسيس لفائدة حجاجنا في مختلف الجوانب المتعلقة بتنظيم شعيرة الحج تشارك فيه جميع القطاعات كما نستهدف في هذا المخطط جميع الوسائل الإعلامية والتوعية المعروفة الهدف العام من هذا البرنامج هو إعداد الحجاج وتوعيتهم في كل الجوانب للارتقاء بمستوى أدائهم لمناسك الحج الأهداف الإجرائية الوظيفية تكوين وتوعية الحجاج شرعيا على أداء مناسك الحج توحيد الرسائل التكوينية والتوعية للحجاج لارتقاء بسلوك الحج من خلال دورات السلوك الحضاري في الحج ليكون خير سفر لبلاده رسم صورة واضحة في ذهن الحج على ظروف سير وتنظيم عملية الحج تقديم النصائح والتوجيهات الطبية والصحية الضرورية نشر وبث المعلومات والمعطيات التنظيمية والإدارية الصحيحة والمثوقة من مصادرها الأساسية عبر بيانات الإعلامية في كل المنصات وعبر المنابر المفتوحة بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة هل هناك أيضا تفضل مميزات هذه الحملة طبعا ستكون حملة مجموعة محدودة يعني من حيث المفاهيم اللي نركز عليها إيصالها للحاج وسلوكيات التي يجب ترسيخها في ثقافة الحاج فهي حملة يعني واسعة حملة شاملة حملة مركزة نستهدف بها إيصال مجموعة من الرسائل للحاج وهذا عبر يعني المراكز اللي رأي موجودة تحت تكون تدريب في الولاد مساجد قاعات مراكز أما المواضيع الحملة فتدر حول الجانب الشرعي والجانب الصحي والجانب التنظيمي بالنسبة لحج بعثة الحاج والمرافقين باختصار شديد لأنه انتهى الوقت بالنسبة لبعثة الحاج اللي رأني نقول تتكون من 850 عوضة بعثة كذلك ممثلين تقترحهم القطاعات المعنية بهم حسب الاقتصاص والمهام الموكلة إليهم وسكذلك نرافقهم في حال تكوين وتدريب وتوعية وتحسيس في كيفية تسييرهم وخدمتهم لحجاجنا المعامين نسأل الله أن يوفق حجاجنا ويوفق أعضاء البعثة المرافقة للحجاج في أداء هذه الرسالة والأمانة المرقبة عليهم نسأل لكم أيضا توفيق في مهامكم هي العملية معقدة ولكن أنتم لها بكل تأكيد سيد أحمد سليماني المدير العام على هذه القناة على تحتلنا هذه الفرصة وإن شاء الله نتمنى لقاءات أخرى للتواصل مع حجاجنا الميامين من أجل التسهيل كل المسائل المتعلقة بأداءهم للعمليات المتعلقة في أرض الوطن وتوعيتهم بحقوقهم ومسار العمليات في البقعة المقدسة وأداءهم لمنسكهم إن شاء الله في ظروف ميسرة وعودتهم آمنة إلى أرض الوطن شكرا انتهى الوقت ما سلام